سبحان الله يا أخي أكتر نظام في العالم عايش حياته من أول ثانية بيدور على اللقطة بملقاط لما ربنا يكرمه بمؤتمر عالمي يعني ممكن أي نظام تاني عدل يحقق من وراء مكاسب كتيرة يتحول المؤتمر ده لفضيحة بجلاجل ويبقى حفلة لإقدانة نظام السيسي بشكل ما قدرتش المعارضة نفسها تعمله على مدار سنين رغم كل الشغل اللي عملته إزاي كلام ده حصل؟ هيا بنا نشوف نظام السيسي قدرت كم سنة اللي فاتوا بيجري وراء حكام الدول خصوصا أمريكا عشان لما يقابلهم ياخد منهم شرعية ودعم واعتراف دولي لدرجة أن مصر لما اتدخلت في حرب غزة في مايو 2015 وكان ده بتنسيق مع الأمريكان والإماراتين وغيرهم فلما اتدخلت ولعبت دور وساطة من حماس وإسرائيل وبايدن جاب سيرتي السيسي في مؤتمر صحفي وشكره إعلامه مسك الصجات ورأس على الحدث ده شهور وفي كل مؤتمر كان بيسافر ليه كانت عينه بتبقى على بايدن ومن قابله ترامب هيقابله مش هيقابله لأن مقابلته ليه معناها زي ما اعلام النظام دايما بيترجمها اعتراف بأهمية السيسي وحكمته وخبرته وقياته عشان كده في نوفمبر اللي فات لما تقال رسميا إن مصر هي اللي هتنظم قمة المناخ الجديدة النظام وإعلامه اعتبره ده انتصار جديد ليه وطبعا كانت أول نقطة طلعت في الجودة هي فكرة إن مصر اللي هتنظم قمة المناخ هي أكتر بلد في العالم بيقطع الشجر بس عادي يعني إنه قدمت تقالع على السوشال ميديا وبين الناس في البيوت والقهوي وإحنا نعمل قمة المناخ بعيد في شرم الشيخ المعزولة اللي ما فيهاش ناس أصلا عشان يلووسوها يعني محدش من الضيوف الأجانب هشوف المصريين ولا هيحتك بيهم ولا هيسمع منهم لكن عالميا قمة المناخ حدث دولي ليه أبعاد سياسية وكمان حوائية سياسية لأن ملاب في المناخ فيه شق سياسي كبير متعلق بالدول الكبيرة اللي ما صنعها بتطلع أكبر نسبة عوادم الدول دي زي أمريكا وبتتوجه لها اتهامات دايما إنها مش جد أوي في التعامل مع الأضايا المناخية وشق حقوقي لأن تدهور المناخ وارتفاع درجات الحرارة في العالم أثر بالسلب على أماكن كتير وتسبب في جفاف أماكن كتير ونشر الفقر في أماكن كتير وحرم أهلها من حقوق كتير نتيجة ده ظهرت مجموعة من النشطاء اسمهم نشطاء مناخيين أو نشطاء المناخ ولأن أغلب النشطاء دول من دول محترمة في حقوق الإنسان بالتالي كانوا دايما بيتظاهروا بحرية في أي مدينة في العالم بيتعمل فيها قمة للمناخ وطبعا لأن مصر هي قلعة الحرية في العالم فأول سؤال ظهر بعدما أعلن أن هي لها تنظم القمة هل النظام السيسي هيسمح بالتظاهر للنشطاء دول؟ ودي طبعا كانت ورطة للنظام اللي عنده رعب من أي ثلاثة أربعة بيقفوا مع بعض في السوبر ماركت أو بعض صنوات الجمعة حتى هم النظام قال لك بص يا جماعة إحنا هنعمل منطقة كده للنشطاء دول يتظاهروا فيها برحته بس برضو عالمين أنت فاكر دول مصريين مقموعين غلابة هترهبهم بالأمن الوطني وتقول لهم لازم تاخدوا ترخيص والتظاهر المشكلة الأكبر اللي ما انتبهش لها النظام هي أن النشطاء دول بحكم أن هما من دول بتحترم حقوق مواطنيها ما بيفرقوش بين أي حق من حقوق الإنسان سواء حرية التعبير أو الحق في السكن أو الحق في الهوى النظيف ودي القنبلة اللي انفجرت في وشه بعد شوية الشوية دول هما الشهور اللي امتدت من ساعة الإعلان عن تنظيم مصر القمة لغاية موعدها لما بدأت من كام يوم لأن كام شهر دول حصل فيهم بلاوي سودة بالنسبة للنظام أولها أن الأزمة الاقتصادية زادت جدا وداست على كل حد وأي حاجة في البلد وشعبية النظام انتهت اللي هي ما كانش موجودة أصلا يعني وسانيا ودي نتيجة الأولا طلعت دعوات للتظاهر ضد النظام النهاردة 11-11 نفس اليوم اللي بايدن هيجي فيه يحضر القمة لمدة كام ساعة وده معناه أن لو الناس فعلا نزلت النظام مش هيقدر يقمعها ورئيس أمريكا موجود مش بس بايدن دي كمان الشرشوحة بتاعت الحزب الديمقراطي نانسي بيلوسي جاية مع وفد من الحزب عشان تناقش ملف حقوق الإنسان ورغم أنه أولا وسانيا كفاية قوي على النظام اللي كان لسه فيه سالسا ودي أفشخ من الاتنين اللي فاتهم سالسا دي هي تصاعد أزمة علاء عبدالفتاح اللي زي ما هو معروف من أهم رموز ثورة يناير واللي من ساعة الثورة ما عادش في بيتهم كم شهر على بعض لأنه أضل باقي في السجون في كذا قضية متلفاء منهم واحدة خرج منها في 2019 بعد خمس سنين سجن وبعدها بأسابيع اتقبض عليه تاني ودخلوا قضية جديدة وهي نشر أخبار كاذبة والسنة اللي فاتت صدر ضده حكمه بالسجن تاني خمس سنين ملف علاء عامل صداع للنظام نتيجة الاهتمام الدولي به ونتيجة النشاط الكبير بتاع أسرته في الدفاع عنه وتعريف العالم بمحنته ونتيجة النقطاع كبير من الشباب معتبره رمز للثورة وفي مقابل ده النظام يعني معتبر خنائته مع علاء خنائه شخصي وحالف طلاق ثلاثة ما يصدر له عفو رئاسي ولا حتى يحسن ظروف سجنه وكان هو من الأدوات اللي اتحرك شوية ملف علاء والدته قدمت له علاء الجنسية البريطانية اللي يستحقها بحكم القانون البريطاني لأن والدته معها الجنسية بحكم الميلاد يعني فأولادها بالتالي يستحقوا الجنسية ودي كانت محطة مهمة في أزمة علاء لأن النظام أخدها على صدره أوي واعتبر أنه أسرة علاء بتستقوى بالخارج ضد الوطن مع أن سبحان الله الوطن هو اللي بيستقوى بالخارج على المواطنين ما هو بيقمعهم بفلوس مين اللي هو إحنا هنسجنك وممكن نموتك لكن حتى ما تقولش أي ولا تشتكي واللي هنعتبر ده تدخل أجنبي معاناة علاء في سجنه زادت لأنهما فجر هما مصرين يكسروه هو رافض الكسر فدخل بقى في المرحلة الجديدة اللي هو فيها دلوقتي وهي الإضراب عن الطعام والماء بدأ الأول بالإضراب عن الأكل بس وبعدها من كام يوم قرر أنه يضرب كمان عن الماء يعني صفر كالوري وهنا أصبحت حياة علاء نفسها على المحك بسبب ده أخته سناء سفرت بره عشان تكلم العالم عن قضيته وده برضو اعتبر النظام استقواء بالخارج مع أن النظام نفسه من أول ما شوفنا سحنته وهو عمال يستقوى علينا بالخارج ويبيع البلد للخارج ويأخذ قروض من الخارج ويدي امتيازات للخارج جوه البلد خلاصة الكلام أن مع بداية قمة المناخ من كام يوم اتجمعت الحاجات التلاتة دول على النظام الأزمة الاقتصادية وغضب الناس ودعوات التظاهر وإضراب علاء عبدالفتاح وبدأت القمة وبدأ معها مسلسل الفضايح اللي تحسزك أن النظام ده كله على بعضه ما فيهوش حد يكمل تعليمه الغد السنوية العامة يعني في البداية ورغم أن زعماء العالم أغلبهم حضرين القمة ومنهم رئيس وزراء بريطانيا جديد اللي علاء عبدالفتاح معاجن سيتها دلوقتي واللي الإعلام البريطاني نازل ضغط على الحكومة عشانه واللي رئيس الوزراء نفسه قال إنه هيشارك في قمة المناخ وهيكلم السيسي عن علاء رغم كل ده إعلام السامسونج ما بطلش تهديد ووعيد إن علاء مش هيخرج من السجن وإن اللي بيحصل ده تدخل خارجي هل أنت بتعمله النهاردة يخلين أنا كمواطن مصري ويخلي الشعب المصري يبقى شيء بريطانيا إزاي شيء بريطانيا إنها دولة بتشتغل ضدنا وأنا بتكلم وإحنا في قمة مناخ وكان لسه ريشوس هناك لما جيه عايز ياخد علاء هو أنت داخل داخل إيه تاخد علاء إلا هو إيه يعني جي دولة قانون وطلع واحد خاين قالك ده هياخده على الطيارة طب هو رجع خده على الطيارة تفتكر خده على الطيارة وانت مش مكسوف عن نفسك وانت مش مكسوفين وفاكري البلد دي شوية يعني فاكري البلد دي اعمله لا هو تعمل ده طلعت واحدة ولا واحد قالك تديكم مهلة تدي مهلة المئة وكف شادر سمك انت في شادر سمك تديك مهلة اللي تتغرق وانت بكلم على دولة اسمها مصر الضابط اللي ماسك السامسونج وبمنتهى الهبل ما أخدش باله إنه بيتسبب في أكبر إهانة وإحراج وضغط اتعرض ليه أي نظام حكم مصر لأن بالتزامن مع ده كانت واحدة من بطلات المشهد الحالي في مصر هي السناء سيف أخت علاء عبدالفتاح اللي كانت بتخوض معركة تاريخية عشان ترجع حق أخوها سناء بعد ما رجعت من برة راحت شرم الشيخ وهي شيء لما لفخوها عشان تسمع تفاصيله للعالم وهناك كان مستنيها نشاطاء من كل الجنسيات زي ما قول ما بيفرقوش بين حق الإنسان في الأكل والسكن وبين حرية التعبير عشان كده من أول لحظة لقمة المناخ اتحولت لقمة علاء عبدالفتاح وبعد شوية اتحولت لقمة البحث عن فضيح لأن النظام ما بقاش ملاحق الفضايح اللي هو عملها لنفسه بأيديه وبغباء رجالته كلام النشاطاء عن حق الإنسان في مصر وعن علاء عبدالفتاح ما وقفش من ساعة تفتح القمة بعدها تعاملت ندوة لسناء سيف عشان تتكلم عن أخوها وعن حق الإنسان في مصر وبصراحة يعني أسلوبها راقي وبتتكلم إنجليزي حلو وتعلمها كويس وحاجة تشرف بس اللي يعر بقى إنه هي بتتكلم في الندوة اللي أغلب حضورها أجانب طلع من وسط الكراسي عضو في مجلس نواب النظام اسمه عمر درويش كان جاي يعمل نمرة بقى ويفاهم الزابط اللي مسرحه إنه تماما فاندم أنا شغاله هو جيت أحط على أعداء الوطن وعرفهم حجمهم الخوان العملة دول فهم أي اللي سنأسف إن أخوها متهم في قضية جنائية وإن عشان كده ما ينفعش يصدر لي عفو أو يخرج إحنا بنتكلم النهاردة على مواطن مصري وأنا في الحقيقة مش عارف ليه حضراتكو لما اتحكم عليه بالأحكام الجنائية هو في النهاية هو سجين جنائي ما هواش سجين سياسي بدأتوا تستدعو مسألة الجنسية البريطانية وأنا مش شايف إن أكثر ديمقراطية من أنتوا قاعدين هنا النهاردة في مصر وابتتكلم وما تحكم عليه بالأحكام الجنائية بدأتوا تستدعو مسألة الجنسية البريطانية وإنه مواطن بريطاني أنا في تقديري حتى الشخصي حتى وإن كان شخص أجنبي بيستدي على جيش بلده بيهين بلده بيهاجم جيشه وشرطته وشعبه أهان نساء مصر في الحقيقة في تقديري الشخصي مسألة العفو الرئاسي كبان اللي أنتوا بتنادوا بيه ده موضوع محل النقاش وبصراحة أنت تستغرب من كمّل استنطاع اللي تكلم بيه يعني هو متخيل إن حد من المصريين أو الأجانب اللي في المؤتمر مش هارش الحيلة اللي عملها النظام من أول 2013 عشان يبرر سجن النشطة والمعارضين وهو أنه يدخلهم في قضايا تخريب ممتلكات وتعدي على الشرطة والجيش عشان تبقى على الورق قضايا جنائية قال يعني ساعتها محدش يقدر يواجهوا بأن ده قضايا جنائية على الورق بس متلفقة يعني لكن أسبابها سياسية واتهمتها مش حقيقة ما تفهمش هو بيستغبى السمعين ولا بيستغبى نفسه وبعدين ما أحدت الجنائيين بيصدر لهم عفو كل سنة في الأعيات بل إن كتير جدا من اللي خرجوا بعفو وتقال إن هم معتقلين سياسيين السنين اللي فاتوا خلال حكم السيسي كانوا مساجين لأسباب جنائية وعمر درويش عمل نمريته واتضح خلال النمرة دي إنه ما كانش فاهم أصلا هو جاي فين ومين بيعمل إيه ومين المشرف على تنظيم المؤتمر ومش فاهم الفارق بين إن مصر تنظم المؤتمر وتستضيفه على أرضها وبين الجهة اللي بتتولى الإشراف والتأمين اللي هي الأمم المتحدة والمصيبة إن إحنا بنتكلم عن عضو برلمان عمر فاندي بعد ما رمل بقين الحمضانين بتوعه اللي كلهم مزيدة وجهل ورخص جي أمن المكان يخرجه وأمن المكان ده تابع الأمم المتحدة لأن أي مؤتمر أممي بالحجم ده بيتعمل في منطقة بتسمى المنطقة الزرقاء يعني تابع الأمم المتحدة والأمن بتاع الأمم المتحدة هو اللي بينظم الليلة كلها لكن لأن عمر درويش ثقافتوا كلها من تعليمات السامسونج أثناء ما أمن الأمم المتحدة بيخرجوا قالوا أنا في أرض مصرية ومش منحقك تلمسني Don't touch me I'm a Barbie man in the Barbie world You are here in the Egyptian land Don't touch me You are here in the Egyptian land I will fit I ask Hilda a question She should answer me These are roads where It's a hospital for me She said that I left one of the fire And that was She wasn't scared دلوقتي افتكرت الأرض المصرية أممان لما النظام باع الأرض المصرية تيران وزنفير محد السماء لك حس لي والأهم منها أنت مش مكشوفه أنت بتتكلم عن الاستقواء بالخارج والنظام بتاعك اللي بينكل بعلاء عبدالفتاح لأنه لسه ما اعترفش بحصوره على الجنسية البريطانية زي ما سمح شكري قال في حوار هو فضيحة تانية من فضايح قمة المناخ نفس النظام ده ما قدرش يقرب من أخته سناء سيف لأنه معها الجنسية البريطانية هي كمان وجاية مع الوفودة الغربية للقمة اللي عمله عمر درويش ده قلب الدنيا وكان إعلان بتحول المؤتمر من قمة للمناخ لقمة بخصوص علاء عبدالفتاح واللي يستحق فعلا أن الدنيا تنقلب عشان والنقطة الحقيقية بقى ليه مع الإخوان هل كنت عضو حزبهم بتعليمات من السامسونج برضو ولو كان ده السبب هل عضويتك في البرلمان دلوقتي مكافئة على نشاطك مع الإخوان ولا نشاطك على الإخوان وزي ما قلنا اللي زود الطين بلا هو الانفصال عن الواقع اللي تكلم بيه سامح شكري عن موضوع علاء عبدالفتاح خصوصا وإن الحوار جاي بعد الفضيحة اللي عملها عمر درويش سامح شكري في حواره مع السين لأن الأمريكية قال باختصار إن أخوانا إيه بس علاء عبدالفتاح اللي انتم بتكلمون عنه في قمة المناخ دي خلونا بس نركز على أضايا الجو لما أخص وبعدين إحنا كدولة مصرية لنا آليات عشان نتأكد من حصول أي مواطن على جنسية تانية والآليات دي لسه مستوفي نهاش يعني لسه مكمل نهاش بخصوص علاء يعني وبعدين يا جماعة ما تقلقوش الناس في السجن واخدين بالهم منه كويس ودي مش أول مرة حد يضرب عن الطعام لازمد فهو الفضيحة في كلام وزير الخارجية هي انه نقل الكلام عن حقوق مواطن مصري معتقل مضرب عن الطعام وبطل حتى يشرب مية وممكن يموت نقلوا للكلام عن اجراءات ورق ودي اكبر ادانة للنظام يا عم ماشي هنفترك جدلا ان علاء لسه ما بقاش مواطن بريطاني بشكل كامل وان كاننا مش حقيقي يعني هل ده اعتراف انكم بتستبيحوا المصريين اللي ما معهمش جنسيات تانية وبعدين هو رئيس وزراء بريطانيا هيعلن انه جاي مصر ومن اهداف زيارته انه يتكلم في موضوع علاء من غير ما يكون اخذ الجنسية البريطانية بجد يعني هو وزير الخارجية البريطانيا هيطوع بالدفاع عن مواطن مصري ليه والفضايح ما وقفتش عند كده لان الدولة المصرية اللي حتى ما بتجدتش في الكدب والفابركة ما لقيتش عندها عشان ترد على الفضيحة بتاعة عمر درويش الا انها تعمله بطل وضحية للقامع بتاع الامم المتحدة وضحية للحرمان من حرية التعبير وراح الجايبة كام ولد وبنت ولبسوهم يونيفورم وموحد وخلوهم يعمل وقفة للتضامن مع عمر درويش بس الرخص اللي تم بيه الموضوع رد في وشهم عشان الفضيحة تكمل البنت المسكينة دي يا عيني تصعب عليك لان واضح انها اتكلفت بالموضوع وهي ما تعرفش عنه حاجة اصلا لدرجة انها مش عارفة مين علاء وكمان مش عارفة مين عمر اللي هي جاي تتضامن معاه اصلا وتستمر للفضايح ويجي يوم الخميس الصبح واسناء ما الضيوف الاجانب رايحين اجتماعات قمة المناخي اللي هدفها الحفاظ على البيئة كانت المجاري ضربت في شرم الشيخ وصاد كل القمة والمشهد كان مسخرة والضيوف الاجانب بينطوا من فوق الطوب اللي تحطينهم عشان يعدوا فوق عشان هدومهم ما تتوسخش من المجاري اللي هو تحس ان حتى الطبيعة نفسها رفضة اللي بيتعمل فوقها والله كل ده حصل لغاية عشر نوبمبر اللي هو اخر يوم قبل موعد المظاهرات اللي العالم كله سمع عنها واللي النظام مرعوب منها ومسخر اعلام وان الهجوم عليه واللي كان فيه توقعات انها تكون تحدي كبير للنظام واللي لو خرجت فعلا هتتزامن زي ما قلنا مع وصول بايدن لمصر هو ونانسي بيلوسي يعني النظام مش عارف يلاقيها منين ولا منين وزمانه دلوقتي بيلع عن الساعة اللي فكر فها يطلب انه ينظم قمة المناخ اصلا لكن رغم كل ده اللي انه واضح انه مفيش حد في النظام نصحه انه يبطل ولو كم ساعة بس سياسة العند والكيد اللي ماشي بيها لان في عزمة منف علاء عبدالفتاح ودعوات 11-11 هي موضوع الساعة في مصر ورغم ان النائب العام شوف ازاي يعني فجأة كده ضميره صحي وقرر انه ودي تصريح لأسرة علاء ومحامين وده قابل كم ساعة من وصول بايدن وده مش معناه لا سمح الله ان النظام بيخاف من بايدن ولا بيعمل له حساب خالص المهم الغريب ان رغم كل ده الا انه اسرة علاء والمحامي بتاعه لما راحوا السجن عشان ينفزوا الازن بتاع النائب العام بتوع السجن قالولهم ما كانش ينعزوا والله برضو مش هنقدر ندخلكم لان التصريح طالع بتاريخ 9 نوفمبر والنهاردة 10 يعني نفس العبث والعند مستمر ومش عاوز يقف وطبعا ده بيدي زخم اكتر لموضوع علاء ومش بعيد للاقي بايدن نفسه بتكلم عنه او نانسي بيلوسي خصوصا وانه فيه اخبار اتنشر بتقول ان الداخلية عملت اجراءات طبية لعلاء من غير اذن اسرته طبعا الاجراءات دي غالبا هي انهم ما يأكلوا بالعافية او يعني يكل بيشوف السرير ويعلقوا له محليل عشان ما يموتش لانه لو حصلوا حاجة دلوقتي هتكمل بقى وهتضطربع عن نظام من كل ناحية طبعا انت بلاحظ ان اغلب الكلام في الاعلام جوه وبرى مصر مش عن اللي بيحصل في قمة المناخ من قضايا مناخية وباي لان اغلب الكلام عن السياسة وعلى عبدالفتاح وحوق الانسان ودي الورطة الكبيرة للنظام ما كانش عامل حسابها والخضيحة اللي اكيد ما كانش متخيل انها هتحط عليه في المولد اللي كان عاوز يقدم نفسه بيه كان نظام ليه دور مهم وده سببه ان محدش مهما كانت قدراته ومهما كان بطشه واجرامه هيقدر على كل الناس ومحدش مهما كانت قدراته هيهرب من كل اخطاء وجرامه للأبد وده اللي بيحصل دلوقتي مع النظام في قمة المناخ اللي اتحولت لقمة علاء عبدالفتاح وطبعا قمة لسه مخلصتش بالعكس لسه فيه فصول جديدة هنفضل فيها كم يوم كمان وغالبا فيه فضائع جديدة ونشوفكوا على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة